السلام عليكم اسمي آدم رائس ليمان طبانجا من مدرسة ذكر الملك غازي الأسسية ورأيي في مبادرة المهبون العرب الصراحة هو شيء جميل يعني يعطي فرصة للطلاب المتفوقين أن يتطلعوا إلى العلم والفكر الزائد يعني أنهم يطوروا من نفسهم ويعني هي مبادرة يعني أشبه كأنها فرصة للطلاب يذهبوا ليتعلموا الكثير من الأشياء ومنهم من يصبح الطبيب والمهندس والمفكر ويأتي إلى بلده وهي الفلسطين ويفيد المجتمع ويفيد الأولاد ويفيد جميع الأفراد الوطن أثرت بأبوي أبوي طبيب ويعني من أنا صغير ويأعلم فيي كيف وأشياء وأنا بظن أن أقعد معها يعني بتفرج كيف يعني وبشتغل ويعني أنا حبيت هذا المجال وإن شاء الله بس أكبر راح أصير زي كان يعني أدأ جيد جيد جدا كمان يعني كل الأسئلة جوابتهم ما خليش سؤال فاضي بس أن يعني أنا استثمرت كواي ويعني تعبي أول مرة يعني ما زبطتش معي ما قدرتش أدخل وظليتني مستمر يعني ما استسلمتش ظليتني مستمر ومتابع معهم كل شيء آخر إشي الأليكسو بعثت لنا يعني فرصة والحمد لله كدمت فيها واختبرتها والحمد لله يعني كان أدأ جيد جدا والحمد لله أنا مبسوط كثير أظهر في الاكتشاف أشياء كثيرة من جواي يعني أول إشي يعني الحمد لله تم توصيل صوتي إلى خارج البلاد وذانيا التحفيز التحفيز كان قوي جدا ويعني هاي أول خطوة جريئة باتخذها في حياتي أني أكدم إشي زي هيد والحمد لله يعني هاي زبطت وإن شاء الله نتطلع لأمور اللي أكبر وأكبر وأكبر وإن شاء الله يعني نزبط في كل إشي يختاروني لني طالب متفوق الحمد لله ويعني ومجتهد في دلوسي وكل إشي يعني من الحمد لله مزبطة وعلماتي عالية ويعني الحمد لله مشاركتي تعني إشي كبير إلي يعني هذا إنجاز كبير إلي أنه من أنا من دولة فلسطين ثلاثة من الموهوبين منها وإن شاء الله يعني راح نستثمر كل جهودنا إحنا الطلبة الموهوبون اللي كدمنا لإمتحان لنساعد الوطن ونحسن بكل ما نقدر أول شي نكتشف مواهبنا لازم المواهب نطورها ونكتشفها وعشان يعني يزيد العلم إنا ويعني خلص الحمد لله راح نكون متفوقين من بين كل البلدان العربية إن شاء الله دولة فلسطين إذا تم اكتشافي سوف أذهب يعني أدرس وأنهي التوجيهي وإن شاء الله أجيب علامة عالية ترفع رأس أبوي وكل عائلتي وأهل بلدي وأذهب إلى الجامعة أو أسافر بره إن شاء الله وأكمل تخصص اللي أنا بحبه هو الطبيب من وانا صغير وأخلصه وأتخصص كمان تخصص أبوي ونرجع للبلد وننفيد المجتمع طموحة كتير كبيرة ويعني إني أدرس طبيب وإن شاء الله أطلع على أميركا وأتخصص هناك ويعني ربنا يسر أمري اشتركوا في القناة